السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله علي معلول يتنازل عن 20% من راتبه من أجل الأهلي وسبب تغريم مدست من إدارة الأهلي وتجميد المفاوضات مع اللاعبين في الزمالك ومفاجآت في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية أستاذنك يا صديق العزيز لا ننسى تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو في كل مكان لا ننسى تشترك في قناة اليوتيوب وتفعل الجراش ووصلك كل جديد وتعمل فلو صفحة الفيسبوك علي معلول وعلي معلول لما تذكره تذكر قصة لاعب هو الأفضل حاليا في مركز الباكليفت في كرة القدم الإفريقية هو حد بالنسبالي وبالنسبة للناس كتير هو أفضل باكليفت محترف جه في تاريخ كرة القدم المصرية وأنا مش ببالغ لو قلت كده ومش بأفور في الكلام لو قلت كده ومش بزود لو قلت كده لأن علي معلول ده صفته كلاعب إنه هو فعلا لاعب متميز جدا 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 وإضافة لأي نادي طب علي معلول كإنسان بقى علي معلول كمحب للنادي الأهلي علي معلول تحس إنه هو مولود في التتش تحس إنه هو من الوهلة الأولى لاعب جاي من ناشئين النادي الأهلي ومتمسك بالاستمرار في النادي الأهلي مش عايز يمشي من النادي الأهلي عايز يفضل لغاية آخر عمره وآخر لحظة في كرة القدم ليه أو آخر لحظة ليه في تاريخ كرة القدم كلاعب في الملاعب في النادي الأهلي وحتى هو قال قبل كده النكابت المحمود الخطيب وعده إنه لما ينهي حياته كلاعب هيبدأ يعني تعيينه في النادي الأهلي سواء إداري بقى أو في خناة الأهلي وهكذا يعني عايز يفضل جوا النادي الأهلي يعني هو راجل تونسي ويعتز بطونس بلده جدا 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 وعايز يحيش في مصر وعايز يحيش جوا النادي الأهلي تاري ومن ضمن الحاجات اللي بيقدمها علي معلول الأهلي كرد جميل للنادي الأهلي لأن أكيد 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 جميل للنادي الأهلي على علي معلول أكبر بكتير من اللي بيقدموا علي معلول لأن عشان نكونوا واقعيين علي معلول قبل الأهلي حاجة وبعد الأهلي حاجة علي معلول قبل النادي الأهلي كان معروف إن فيه باكليفت موجود في تونس كويس وممكن الأهلي بيفكر يجيبه لكن لما جي الأهلي بقى علي معلول نجم النجوم افضل باكليفت في تاريخ محترفي النادي الاهلي في مركز الباكليفت او تاريخ محترف في الباكليفت في تاريخ مصر عامة او الدور المصري وبقى افضل في افريقيا المحترفين في النادي ليه بقولك القصة الطويلة دي عشان انا عن نفسي اوزة ملكاوس انا بحب علي معلول جدا جدا جماعة كلاعب وبقدره وبحترمه انا بحترم الشخصيات المحترمة المؤدبة المخلصة والامينة واللي عندها انتماء محترم الشخصات دي جدا جدا جدا. آآ فمحترفين النادي الاهلي آآ خلينا قلومك بالاسماء عشان عرفك كل واحد عمل ايه? مودست آليو ديانج برسيتاو كريستو ريدا سليم قندوسي آآ وآآ عالم العلول. طيب الناس دي عملت ايه? الناس دي آآ كلهم بلا استثناء عادة. يعني كل الاسماء دي عادة. مودست رديوا ان هما يقللوا او مش يقللوا آآ يتنازلوا عن عشرة في المية من راتبهم بالدولار وياخدوه بالجن المصري. آليو ديانج ريدا سليم برسيتاو آآ قندوسي آآ آآ كريستو. آآ الخامسة دول يعني. قالوا هنتنازل عن عشرة في المية من راتبنا ونهضوا بالجن المصري. مودست موافقش خالص انه يتنازل عن اي حاجة وقال لك انا فتلوسي كلها بالدولار. علي معلول قالوا انت هتتنازل عن عشرة في المية من راتبك آآآ بالدولار وتاخدو بالمصري. قال لهم لا. قالوا لأ. لأ ايه علام هلول. بقى تيجي منك انت. قال لهم عشرين في المية. انا هتنازل عن عشرين في المية من راتبي بالدولار واخدوه بالجن المصري. ودي اقل حاجة اقدمها للنادي الاهلي. آآ واقل حاجة يعني يقدمها لإقدارة الاهلي. والجمهور الاهلي. ولمحبين الاهلي. آآ واحد يقول لي انت كنت احد معه مشان تعرف كلام ده كله. اقول لك نفس الكلام برضو. آآ اكيد انا مش بجيب الخبر لما بكون قاعد معهم. اكيد مش هكدم عليك وحور واطلع اقول لك انا كنت في وسطيهم في القاعدة دي. لكن اكيد الخبر اريناه في مكان. طب انت لو تقرأ الخبر في مكان بتحاول تتأكد منه. طب بتشوف مصدر موصوق. طب بتسأل صحفي. طب بتتأكد من صفحة صحفي معين. طب بتحاول تسأل حد من جوه النادي طب طب. في كزا طريقة. كزا طريقة. ان انت تجيب خبر. يعني انا اكيد ما ينفعش نقل لك خبر اقول لك مية في المية صح. غير لو خبر انا اللي جايبه من مصدره. من جوه من القلب. من جوه النادي. فا اتمنى يكون الخبر ده صح لان انا ام سودي. وبقدر اللعيبة اللي عندها انتماء او اي كده. في كلام عن تغريب مودست. تقريبا عشر تلاف دولار من ادارة الاهلي. عشان المفروض لعبت النادي الاهلي بتتصور دلوقتي صور التحضيرية لبطولة كأس العالم الاندية. والمفروض ان مفيس اي سورة من الصور دي اي لاعب يقوم بتسربها. ولكن مودست نزل صورته هو ببدلة اه النادي الالف كاس عام الاندية ونضارة وبتاعه وكده. فلما الصورة ننزل على الانستجرام الادارة عرفت يقال ان هم غرموه عشرة تلاف دولار وهو دخل مسح الصورة يعني. عشان لو سمعت خبر تغريب مودست بسبب اي حاجة تانية. لا. هو لو تغرم فعلا فهو تغرم بسبب الصورة ننزلها. برضو خبر تاني بيقول ان تم تجميد المفاوضات من قبل ادارة نادي الزمالك مع لعيبي نادي الزمالك عدا محمد عواد. وده خبر غريب بالنسبة لي يعني مشمعنا محمد عواد. وقال لك تجميد المفاوضات مع العيبة. علشان ما فيش فلوس دلوقتي ان هم يتكلموا في مفاوضات ويقعدوا العيبة بوعد معاين ان هم معهمش السيورة المادية. ولكن محمد عواد لا. فانا مستغرب يعني شمعنا محمد عواد وبقتل اللعيبة لا. ولو على انتهاء العقود فيه لعيبة كتير في الزمالك عدوم هيمتهي في يناير. يعني مفروض ينتهي في اخر الموسم ولكن في يناير ليه الحق ان هو يمضل اي نادي ببلاش. خبر غريب بالنسبة لي يعني وعجيب يعني لو ده خبر صح فعلا في خبر غريب. غير مفهوم يعني. مش غير مفهوم اللي كتبه. غير مفهوم لو الادارة عملت كده. واخيرا مفاجآت في قائمة كأس العالم الاندية للنادي الاهلي. كلام قوي جدا ان هيبقى فيه استبعادات كبيرة. طبعا اوله كان كريستو تم استبعاده. كريم ندبت تم استبعاده. فيه كلام قوي ان عمر السليا يتم استبعاده. كلام تاني ان احمر عبدالقادر يتم استبعاده. فيه مفضلة ما بين الشحات وسليا وعبدالقادر. اخرى وخالد عبدالفتاح كمان تم استبعاده. اعتقد ان لو الشحات ما اعتقدش الشحات هتم استبعاده. موضوع صعب قوي يعني. اعتقد ان الاقرب الاستبعاد في المفضلة دي هيكون امر السليا. ولو في حد زيادة لازم يتم استبعاده من القائمة اللي قتلكه دي هيكون عبدالقادر ولكن اللي تم استبعاده خلاص رسمي كريستو كريم ندبت خالد عبدالفتاح. اه وزيان بقول لك القائمة هيبقى فيها استبعادات تانية مفاجآت للجمهور ممكن تلاقي السليا مستبعد ممكن تلاقي عبدالقادر مستبعد. وممكن مش بعيد بس اعتقد يعني موضوع بعيد شوية بس ممكن تلاقي حسين الشحات مستبعد بس نستبعيده شوية. كان معاك اخوكو صريق عمر عاطف قناة صفحة صاحب الكرة. شوفك ان شاء الله فيديو جديد سلام عليكم.